الله معكم المشورة اليوم بتنبهنا وبذات الوقت بتعالج معضلة شراهة شرب الخمر والأكل والنوم بتنبهنا ما نوقع ضحية الشراهة لأنه الشراهة إذا تغزت بتسيطر على إرادة الإنسان وبتجعله أسير إله بتصير محور حياته كله وكثير اللي وقعوا ضحية الشراهة بحياته إن كان شراهة شرب الخمر أو الأكل أو النوم أو غيرها من الأمور اللي بتزهوا بالإنسان وبعدين بتجعله أسير لإله فالمشورة اليوم بتدعيك تتحلى بالحكمة أو المعرفة معرفة كل شي متعلق بإطار حياتك اليومية وبيأثر عليك إجابة أو سلبة فوقت بتعرف مساوئ الشراهة هيدا الشي بساعتك تتجنب ما توقع ضحيتك والإنسان الحكيم هو اللي ما بيخلي ذاته آدات للشراهة تتحكم فيه بل بيعرف كيف يروضه بعدم الخضوع إله ومنعرف إنه شرب الخمر والأكل والنوم من الأمور الحياتية اليومية والضرورية وبتعطي للإنسان لزي وبتفرح قلبه ولكن إذا تحولت بحياته كأساس أول شي بتزير لدعة بتوجعه بتحزن قلبه فكون حكيم بقرارك واتبع قلبك يعني ضميرك المليان من تعليم الرب وقال الله اشتركوا في القناة